موسيقى وعود الحثية جديدة بعد وسطة هولندية بالسماح للفريق الأممي في الوصول لخزاني صافر مفوضية اللاجئين تستعين بأنجل نجولي لحجد الدعم قبل مؤتمر المانحين لفت أنظار العالم إلى مأساة اليمنيين موسيقى ملاشة الحثي تفرض قيودا جديدة على عملية بيو وشراء الذهب في مناطق سيطرتها موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حررت القوات الحكومية مواقع جديدة في محافظة سعدة مصدر الميداني أكد أن القوات الحكومية شنت هجوما مباغتا على مواقع تمركز ميليشيا الحوثية في منطقة جشيرة بمديرات البقعة تمكنت خلاله من تحرير تلك المواقع كما أكد أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحة في صفوف الميليشيا الحوثية وتدمير آلية تتابع لها يطوي الحوثيون أحد أهم ملفات ابتزازهم السياسي والعسكري بتوقيع مذكر التفاهم بينهما والأمم المتحدة التي دخلت هولندا كوسيط لحل حالة هذا الملف العالق منذ ست سنوات نجحت هولندا في اختراق أزمة ناقلة النفط الصافر والعالقة منذ ست سنوات بتوقيع اتفاق مع الحوثيين يقضي بنقل ما تحويه الناقلة من مليون برميل نفط خام إلى سفينة أخرى لتدارك ما يسمى بالكارثة البيئية التي بدأت في الحدوث بعد رصد الأقمار الصناعية بقعة زيت واسعة حول السفينة مراقبنا يرون بأن ما يقوم به الحوثيون أحد وسائل المراوغة والمقايضة بملفات سياسية أخرى كما يلجأ الحوثيون لاستخدام صافر مجددا للتخفيف من الضغط الدولي التي تواجه الميليشيات مع تعاضب المخاطر واقتراب حدوث الكارثة والتي يستغلها الحوثيون في الصراع محاولة الهروب الحوثية عبر توقيع اتفاق صافر هذه المرة يأتي بعد أن وصفهم مجلس الأمن الدولي بالجماعة الإرهابية وسياسيون يرون بأنه قد يخفف من وطأة الحملة الدولية لشيطانة الحوثيين وحشرهم في زاوية الإرهاب وخيار عدم التعامل السياسي هذا وما يزال اتفاق الحوثيون مع الأمم المتحدة عبر هولندا مجهول الموعد ولم يتم إلى الآن بحسب مطلعين تحديد آلية لكن الاتفاق السابق يقضي بأن يتم بيع مليون برميل نفط عبر الأمم المتحدة وتسليم المبالغ إلى بنك الحديدة الواقع تحت سيطرة الميليشيات تسليم المبلغ إلى بنك الحديدة المركزي في الحساب الخاص وأحد تفاهمة اتفاق زوكولم الذي قضى في العام 2018 بأن يكون هذا الحساب لتسليم رواتب موظفي الدولة هذا ولم تلتزم بيليشيات الحوثي بتسليم إرادات الموانئ وتم نهب الحساب حوثيا في نهاية المطاف معالمها الحالة صافر قد تكون وشيكة فقد طالت وعود الحوثيين للعالم بهذا الشأن وعسكريون يرون بأن الحوثيين يطون بهذه الخطوة أحد أهم وسائل الابتزاز السياسي والعسكري الذي دفع سابقا بالقوات المشتركة في الساحل الغربي لعدم اقتحام ميناء الحديدة وإيقاف العمليات العسكرية التي كانت رامية لتحرير المدينة بالكامل معنا عبر الهاتف دكتور عبدالقادر الخراز أستاذ التقييم البيئي المشارك بجامعة الحوثي مرحبا بك معنا دكتور باجديد توقيع الحوثيين الاتفاق بشأن صافر مساء الخير عليك وعلى المشاهدين طبعا هذه أول خطوة في عملية إذا كان في فعلا انتفاق نحتاج أن نراه منشورا موقعا أما الالتزامات الحوثية فهي كثيرة أو نوعود الحوثية وتتراجع عنها مع الأمم المتحدة هذا ليس الأول إعلان عن أنه تم الاتفاق أو دائما الحوثي يعلن أنه موافق على حضور الفريق الدولي إلى الباخرة لتقييم وضع الباخرة وفي اللحظة التي يكون هناك موعد للحدد والفريق جاهز يرفض الحوثي استقباله اليوم نحن أمام شيء آخر أنه فيه اتفاقية وقعت نحتاج أن نراها أيضا يجب أن نكون مستعدين يجب أن نكون مستعدين لتلاعب الحوثي الحوثي لا يفي وهذا واضح لا يفي بوعودة في أي إطار معين فما بالك في الباخرة ولا يهم الشعب اليمني أساسا هو يستخدم الباخرة كفزاعة اليمن وللعالم وبالتالي هناك أيضا ما يتعلق به لربما نحن يعني أنا ربما أكون متفاعل أنه يكون هناك حل فعلا وأنه تنفذ الاتفاقية رغم ثقة أن الحوثي يمكن في آخر لحظة أنه يتراجع عنها لكن نعمل خير لوطننا أساسا ونتأمل في أي شيء جديد الوضع الباخرة فعلا متدهول وهناك كما ذكرنا معكم في أكثر من لقاء في قناتكم أنه التسرب وعلنا عنه نحن في حملة للنصمت والقملة العائمة صافر أنه في شهر سبعة الماضي عشرين 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 واحد وعشرين عفوا حدث تسرب نفطي ولم يستطيعوا عاليه واستمر وعفادت أيضا صور الأجمار صناعي كما ذكر في تقريلكم أنه فعلا هناك تسرب نفطي مستمر وما زال ونحن نؤكد أنه هناك رغم أنه محدود التسرب ولكن لم يستطيعوا يعالجوا ما حدث من خلل في بعض الأنابيب ولذلك اضطرت الأمم المتحدة للضغط لأنها تجد أن الكارتة بدأت تظهر وهناك رصد بالأقمار الصناعية بدأت تضغط في طريق أنه يجب أن نفرغ ما في الباخرة المكتب الأمم المتحدة كما ذكرت أكثر مرة هو متماهي مع الحوثي وهو من سهل له التحكم بهذه الباخرة طيلة هذه السنوات الماضية وما زال يسهل ويحدد له كثير من المتائل إلى جانب أنه يجب أن نركز على قضية أنه نحن تصريحات الأمم المتحدة السادقة تقول أن في الباخرة مليون مية واربعين ألف برميل اليوم هي تتحدث وخلال بيانها السابق قبل حوالي شهر عندما أعلنت أنه تم شبه اتفاق أو تفاعل بأن الحوثي وافق على تفريغ المليون برميل ولم تذكر المية واربعين فأين المية واربعين هل هي كمية النقطة التي تسربت خلال الفترة من شهر سبعة إلى اليوم نعم فهذه إشكالية كبيرة نعم في رأيك دكتور ما الذي يدفع المليشيات لتكون صديقة هذه المرة مع أنها لا تفي بانتزام أو اتفاق أكيد الوضع الذي حاصل اليوم سواء في القرار السابق للمجلس أو الأمم المتحدة السابق والذي هو لم يصنفهم ولكن ادعى أو كتب أن أعمالهم إرهابية نعم يعني يجب أن نكون واضحين في ما حدث من قرار سابق في مجلس الأمن هو كان يقول أعمالهم إرهابية وهذا نوع من التهديد لكن كتصنيف ما زال نحن نطالب بتصنيفهم نعم كجماعة إرهابية وهو مدد حضر الأسلحة على الجماعة ككل نعم وبالتالي هذا نوع من الضغط اللي ربما سبب الحوثي أيضا أنه ينحى في هذا المنحة يحاول أنه يخفف عليه الضغط وهذا اللي نسميه ربما أنه في لحظة معينة يزول هذا الضغط ويرجع من جديد إلى قضية التحكم بالباخرة وبالتالي يجب أن يكون هناك جدول زمني ومحدد وواضح وخطة واضحة في هذا الإطار بالنسبة للحوثي طبعا أيضا الأمم المتحدة هي في ورطة فعلا لأنها بدت تتضح حتى عند كثير من الدول أنه هي مشاركة وتتماهى مع الحوثي في هذا الملف وهي تغطي عليه حتى لدرجة أنه أنا ذكرت معكم في برنامج في قناة اليمن اليوم ذكرت لكم أنه هناك قامت الأمم المتحدة بشراء ما يسمى السواتر الحاجزة التي تحجز التسرب النفطي بشكل خفي وأرسلتها بمعنى أن هناك تسرب نفطي وكانت مخفية حتى أو الإعلان عن شراء هذا السواتر هذه طبعا تضغط على الأمم المتحدة التي تحاول أن تغطي أيضا ما هي تتلاعب به وتمكن الحوثي في هذا الإطار وبالتالي أبدا ما جاء هذا الاتفاق وبتدخل هولندي على أنه يغطوا كثير من ما حصل طول الفترة الماضية من خلال تماهيمهم وتغطيتهم على الحوثي والحوثي في وضع أيضا ربما سياسي ولي يؤثر عليه أنه يعلن ذلك ولكن متى سيطبق هل سيطبق هذا هو السؤال نعم دكتور عبدالقادر الخراز أستاذ التقييم البيئي المشارك في جامعة الحديدة شكرا لك وصلت المبعوثة الخاصة لمفوضية شؤون اللاجئين أنجلي ناجولي إلى اليمن للقاء المتضرين من الحرب فهل تفلح هذه المحاولة في لفت أنظار العالم جددا إلى المأساة التي عشوا اليمنيون منذ أكثر من سبع سنوات في ظل التهديد بتخفيف المساعدة الإنسانية بسبب نقص التمويل في الوقت الذي تمر فيه اليمن بأسوأ أزمة إنسانية أفرزتها الحرب المتواصلة منذ سبع سنوات تتزايد المخاوف من انزلاق ملايين الأسر اليمنية إلى المجاعة بسبب نقص الغذاء وشحة الدعم المقدم من المانح لتجاوز الأزمة في البلاد النجمة السينمائية في هوليوود أنجلي ناجولي تزور اليمن بصفتها المبعوثة الخاصة لمفوضية شؤون لاجئين التابعة للأمم المتحدة بهدف تسليط الضوء على الآثار الكارثية للحرب المستمرة منذ سبع سنوات الممثلة الأمريكية المعروفة بدأت بنامجها الميداني بزيارة أحد مخيمات نازحين في محافظة لاحج بهدف لفت الأنظار إلى معاناة ملايين اليمنيين وحشد الدعم العاجل للعمل الإنساني قبل مؤتمر المانحين السنوي رفيع المستوى المزمع إقامته في السادس عشر من مارس الجاري مراقبون يضعون زيارة جلي في إطار لفت الأنظار إلى الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم خصوصا مع استئثار الحرب الروسية الأوكرانية بنصيب الأسد من الاهتمام الدولي والتغطية الإعلامية وبهدف تحفيز المانحين على توفير المبلغ الذي طرحته الأمم المتحدة لتأمين خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري 2022 والمقدر بنحو أربعة مليارات دولار خصوصا بعد تراجع تمويل خطة الاستجابة للعامين الماضيين إلى النصف من الأرقام التي وضعتها الأمم المتحدة وكانت الكثير من البرامج الإغاثية قد خفضت المساعدة الغذائية نتيجة ما أسمته النقص التمويل إذ يحصل خمسة ملايين شخص فقط على حصص غذائية كاملة من أصل ثلاثة عشر مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد وفق برنامج الأغذية العالمي ويواجه أكثر من نصف سكان اليمن أي ستة عشر مليون ومائتي ألف شخص الجوع الحاد بينما مليونان وثلاثمائة ألف طفل وهم نصف الأطفال دون سن الخامسة معرضون لخطر سوء التغذية كما يحتاج أكثر من ثلثي السكان للمساعدة في ظل اعتماد نصفهم تقريبا على المساعدات الإنسانية وفي مخيمات النزوح يفتقر أكثر من أربعة ملايين نازح للخدمات الأساسية من غذاء ودواء ومياه صالحة للشرب واربعة وستون في المئة من الأسر النازحة تفتقد إلى مصادر الدخل وفق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ونتيجة لذلك تلجأ أسرة من أصل ثلاث أسر نازحة إلى آليات التكيف السلبية للبقاء على قيد الحياة بما في ذلك تقليل تناول وجبات طعام أو الاستغناء عن بعض الوجبات أو إخراج أطفالهم من المدارس أو التقصير في الاعتناء بالصحة والبعض قد ينتهي بهم المطاف إلى التسول في الشوارع من عبر الهاتف محمد مهدي كاتب ومحلل سياسي مرحبا بك معنا ما هي دلالات زيارة أنجلينا جولي كمبعوثة خاصة لمفوضية شؤون اللاجئين إلى اليمن أهلاً ومرحباً بكم وستعد الله كل أوقاتكم الحقيقة أن الأزمة الإنسانية الخالقة على مسيس اليمن أصبحت منذ تقريباً عام وليس شبه مغيبة على المستوى الدولي ويجري الحديث فقط عن القضايا الجدئية ولا يتم الحديث عن قضايا إنسانية بالإضافة إلى جانب آخر وهو أن هناك كانت هناك توبيفاً زياسية بالأسف للملف الإنساني من قبل بعض أطراف المجتمع الدولي من أجل تمرير بعض الاتفاقيات كانت تتغيث السكرون على رأس هذه الاتفاقيات لكن كأعمال إنسانية لاحظنا أن مؤتمرات الاستجابة الإنسانية خلال السنوات الماضية لم تكن بالمستوى النظوب ولا مستوى الحدث ولا مستوى الإحطائيات التي يعلمها المجتمع الدولية والمنظمات الدولية ومنها المخوضية السامية لحقوق الإنسان ومنها أيضا المفوضيات كل المفوضيات والمنظمات المختصة في كل الجوانب الإنسانية تعلن أرقام مخيفة جداً فيما يتعلق بالملس اليمني بينما على مستوى الواقع للأسف لا يجد هناك تفعيل أنا أعتقد أنه ربما مع أيضا الأزمة الأوكرانية الروسية الحاصلة الآن سيكون هناك تغييب أكثر من ما ليحصل وربما هذه الزيارة هي اللي أعادت لفتل الأنظار كما أشارد تقريب إلى هذه الأزمة الخانقة وإلى ضرورة دعم مؤتمر باستجابة القادمة التي سيقوم في أواخر شامر باعتبار أن هذا المؤتمر لا يريدون أن يقدم نموذج مثل نماذج المؤتمرات السادقة الأمر الآخر هناك جوانب أخرى بما يتعلق بالملنظمات الدولية وبحاجة إلى تفعيل دور الرقابة الدولية وإذا خبث الحكومة باعتبارها بالحكومة الشرعية لأن المنظمات الدولية هناك اتهامات كبيرة جداً تتهمها بأنها تأخذ مبابل خيالية تتعلق المصاريخ الإدارية تصبح إلى حياناً تجاوز 50% وهذه أيضاً هذه أرقام على حساب الشعب اليمني دائماً نسمع عن الأرقام الخيالية بينما لا ينموذج الناس واقعياً هذه المساعدات وهذه الدوان نعم أستاذ محمد هل تفلح هذه المحاولة في لفت أنظار العالم مجدداً إلى المأساة التي يعيشها اليمنيون منذ أكثر من سبع سنوات أنا في أعتقادي أنها ستنفت لوجود تأثير كبير للممثلة الأمريكية وإنجلينا وباعتبار أنه أيضاً لها جهود إنسانية سابقة نجحت فيها في إفريقيا وفي غيرها من الدول فيضافة إلى أنها جاءت بصفة رجمية هذه المرة يعني تختلف ربما عن ديارات بدول أخرى كانت بصفة إنسانية فقط أنا أعتقد أنه تمنى ونأمل إن شاء الله أنها تنجح الأمور لأننا أمام أزمة خانقة وموجعة وأمام للأسف انقلاب وطرف مثلاً الحوثيين على سبيل المثال لا يقوم بالدور بأي دور حتى في تسهيل عمل المنظمات في الإضافة إلى أنه لا يقوم بأي دور في ما يتعلق المواطنين أيضاً الوضع في عدم وفي المناطق المحررة يعني للأسف الوضع ليس بالشكل الزيد ولم يقدم النموذج الزيد وما زال هناك فراعات وكل هذا على حساب الإنسان اليمني الذي كل يوم يدفع ثمن هذه الأوجاع أستاذ محمد في رأيك كيف يمكن تلافي تخفيف المساعدة الإنسانية بسبب نقص التمويل ومع انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أنا أعتقد أن المسألة تحتاج إلى جدية أكثر من أي طرق وقت مضى لأنه الآن تقريباً ما يتجاوز نصف على سبيل المثال القنح أو أغلب القنح الذي يأتي إلى اليمن هي من دولة روسيا وإوكرانيا مثلها كثير من الدول العربية والثالي سيكون الأمر متفاكم بشكل أكبر وأكبر من السابق أمر يحتاج إلى تحركات وتحرك فعلي ومحاولة لأيضاً تسعب كل الأطراف نحو عملية سياسية حقيقة أنا أعتقد أنه مع قناعتني أن الحوثي لا يمكن أن يتسجح نحو الحوار إلا أنه أنا في ظن أن المجتمع الدولي يجب أيضاً أن يتخلى عن مصالح مجتمع الدولي أيضاً لديه مصالح وأجندات يريد أن يحققها في اليمن ويتماث الوضع الإنساني الذي يتفاكم كل يوم والكارثة ستكون على الجميع أنا أعجب أني أيضاً أشارت إليها تغريدتها التي كتبتها عن الوضع في اليمن أشارت إلى أنه الهدف إلى أنه لفت الأنظار إلى الوضع اليمني باعتبار أن العالم منشغل أيضاً بالأزمة الأوكرانية إذا كان أشارت إلى هذه النقطة وهذا رقم مخيف إذا كان مليون شخ خرجوا من الأزمة فكم خلال السبع السنوات تضرر الشعب اليمني من الأوجاع والأحزان والجرائب التي ترتكب نعم الكاتب المحالي السياسي محمد بهدي شكراً لك أصدرت منظمة الحقوقية تقريراً بالحواجز التي استحدثتها الميليشيا وفصلت المحافظات عن بعضها خلال السبع السنوات الماضية يأتي هذا في الوقت الذي تزور فيه مبعوثة الخاصة لمفوضية شؤون اللاجئين اليمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تعصفات حوثية لم تستثني احد فجميع التجار في مناطق سيدرة ميليشيات الحوثي في مرمى الاستداف وفرض الجبايات المفروضة بشكل غير قانوني اخرها مسلسل ابتزاز تجار الذهب والمجوهرات في العاصمة صنغاء التي جاءت ضمن اجراءاتها المستمرة في تضيق الخناق على كافة القطاعات التجارية ميليشي الحوثي وجهت تجار الذهب في صنعاء بعد مجراء البيع والشراء الا بموجب البضائق الشخصية للزبائن وهددت ملاك المحال باتخاذ عقوبات جزائية في حال المخالفة كقيود وشروط من شأنها ان تعمل على تكبيل النشاط التجاري وتتسبب في ركود قطاع الذهب ويشكو تجار من هذا القرار الذي قد يتسبب لهم في مشاكل كثيرة بعض المواطنين حيث ان اغلب الزبائن لا يملكون بضائق في حين يخشى بعض المواطنين تداول بضائقهم الشخصية في الاسواق والاماكن العامة معبرين عن استياءهم من هذا القرار الذي يتيح للميليشيا التدخل والاطلاع ومعرفة بيانات الزبائن ومقتنياتهم خشية الاستهدافات اللاحقة منها مراقبون يرون ان هذه الخضوة تأتي ضمن اجراءات ميليشيا الحوثي في تتب حركة الاموال لدى المواطنين ومعرفة ثرواتهم ومقدراتهم في كافة القضاعات من اجل فرض جبايات جديدة حسب ثرواتهم التي تستنزفها بشكل تعصفية ويعيش المواطنون والتجار على حد سوى في مناطق الحوثي على وقع سلسلة من الازمات والفقر والجبايات والقمع وصد حالة غليان شعبي غير مسبوقة تنذر بالانفجار في وجه الميليشيا اذ بات اغلب السكان عاجزين عن شراء معظم السلع وتجار يقفون على عتبات تجارتهم في ركود هو الاشد منذ بدء الحرب طلب العشرة من افراد وضباط القوات الخاصة بمحافظة شبوة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ العام 2019 وقال المشاركون في الوقفة الاحتجاجية امام مبنى السلطة المحلية بالمحافظة انهم تعرضوا للاقصاء من عملهم وتوقيف مرتباتهم واحلال اخرين بدلا منهم وطالبوا باعادتهم الى عملهم وصرف مرتباتهم مع اعادة هيكلة القوات الخاصة التي هيمنت عليها جهات حزبية خلال السنوات الثلاث الماضية نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل روسيا تعلن وقفا للنار وفتح ممارات انسانية واوروبا وامريكا تناقشان تأسيس حكومة اوكرانية بالمنفى اشتركوا في القناة مع دخول العمرية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الثاني عشر أحكمت القوات الروسية تطويق العاصمة كييف تمهيدا لاقتحامها وحذرت وزارة الدفاع الأوكرانية من أن القوات الروسية تتقدم من محور مدينة سومي شرق العاصمة ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الجيش الروسي سيوقف إطلاق النار ويفتح ممرات إنسانية في عدة مدن أوكرانية بما في ذلك العاصمة كييف اليوم الاثنين وأضفت أنه إلى جانب كييف سيتم أيضا فتح ممرات من مدن خاركيف وماريوبول وصومي وذلك بناء على طلب شخصي من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وبنظر إلى الوضع الحالي في تلك المدن في غضون ذلك قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية العسكرية الخاصة أسفرت حتى الآن عن تدمير 3296 منشأة عسكرية مشيرة إلى أن القوميين الأوكرانيين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية في مدينة ماريوبول وأضفت الوزارة في بيان أن المتطرفين القوميين استخدموا حوالي 150 مدنيا أم سن الأحد كدروع بشرية في مدينة ماريوبول وفتح نار على قوات جمهورية دونيتسك الشعبية من خلفهم كما أعطت أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط أربع طائرات من نوع سوء وطائرتين هليكوبتر بالإضافة إلى ثمان طائرات بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية وأضفت أن قوات جمهورية لوغانيسك الشعبية تقدم ستة كيلومترات وبسطت سيطرتها على سبع مناطق سكانية إلى ذلك قال وزر الخارجي الصيني وانجيي الإثنين إن علاقات بلده مع روسيا هي الأكثر أهمية مشبها صرابتها بالصخرة وجاءت تصريحات وانجيي خلال مؤتمر صحفي تناول فيه العلاقات الخارجية الصينية على هامش الدورة الخامسة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني وقال وانجيي الصين وروسيا عضوان دائما في مجلس الأمن الدولي ولدنا شراكة استراتيجية وعلاقتنا هي الأكثر أهمية على صعيد العلاقات الثنائية وتعاوننا يقدم مصلحة الدولتين ويساهم في إرساء الاستقرار والتنمية في العالم قالت شبكة سي أن أن إن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين كانوا يناقشون الكيفية التي يمكن أن يدعم بها الغرب حكومة بالمنفى يقودها الرئيس الأوكراني فلودومير زيلانسكي في حال اضطراره للفرار من كييف بحسب ما قال مسؤولون غربيون وتراوحت المناقشات ما بين دعم زيلانسكي وكبار المسؤولين الأوكرانيجين في انتقال محتمل إلى لفيف غرب أوكرانيا إن إمكانية أن يضطر زيلانسكي ومساعده إلى الهروب من أوكرانيا معا وتأسيس حكومة جديدة في بولندا وأشرت الشبكة إلى أن المحادثات لا تزال أولية ولم يتم اتخاذ قرار بعد بحسب ما أوضحت المصادر وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قد قال في تصريحات لقناة سي بي أس الأمريكية إن الأوكرانيين لديهم خطط قائمة لن يتحدث عنها أو يخوض في تفاصيلها لضمان استمرارية الحكومة بطريقة أو بأخرى في نشرتنا أيضا أزمة المشتقات النفطية تستمر في صنعا ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي رغم رفع أسعارها اشتركوا في القناة في البرف الاقتصادي تستمر أزمة المشتقات النفطية في العاصمة صنعا ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي بعد رفع أسعارها وميليشيا الحوثي ترفع أسعار خدمة المياه في الحديدة بنسبة 400% دفعة واحدة وذلك ضمن خططها لمضاعفة إرادتها المالية تتواصل أزمة المشتقات النفطية المفتعلة في العاصمة صنعا ومناطق سيطرة الميليشيا الحوثية حيث تصف طوابير المركبات أمام محطات البنزين في شوارع صنعاء من عدة أيام وسط أزمة خانقة من صنع الحوثي لرفع عائداته من الأسواق السوداء للمشتقات النفطية وتجاوزت قيمة الدبة البنزين ساعة 20 لترا في السوق السوداء بصنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا الحوثية 40 ألف ريال أي ما يعادل 70 دولارا فيما حددت الميليشيا السعر الرسمي بعشرة آلاف ريال في محطات الشركة الخاضعة لسيطرتها دون توفير الكميات المطلوبة ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لطوابير طويلة من السيارات المختلفة في شوارع صنعات تنتظر فرصتها المتاحة للحصول على 40 لترا من البنزين هي الكمية المحددة لكل سيارة بينما السوق السوداء توفر كميات كبيرة ودون قيود رفعت ميليشيا الحوثية سعر خدمة المياه في الحديدة بنسبة 400% دفعة واحدة وذلك ضمن خططها لمضاعفة إرادتها المالية من المواطنين المنهكين معيشيا واقتصاديا مصادر محلية في مديرية باجل قالت أن الميليشيا رفعت سعر الوحدة من 90 ريال إلى 500 ريال موضحا بأن منظمة اليونوسيف تقدم ما يقارب 40 ألف لتر ديزل شهريا بالمجال لضخ المياه وأشار المصدر إلى أن الجرعة الجديدة جاءت بالرغم من قيام المؤسسات الخيرية بتركيب منظومات طاقة شمسية مجانية للآبار ودأبت ميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على استغلال حاجة المواطنين وفرض جرعات سعرية على المياه والكهرباء والمشقات النفطية بهدف التربح ودعم مجهودها الحربي ارتفع سعر الحديد مجددا في مناطق سيطرة الميليشيا للمرة الثانية خلال قل من شهر وقالت مصادر عاملة في السوق البناء أن الأسعار قفزت مجددا إلى أعلى مستوى لسعر الطن الحديد بجميع أنواعه وبحسب المصادر ارتفع سعر الطن الواحد إلى 680 ألف ريال بعد أن كان خلال الأسابيع الماضية عند 650 ألف ريال بالسعر القديم وقالت مصادر أخرى أن سعر الطن الحديد في اليمن ارتفع إلى 4 ألف ومئة ريال سعودي بينما سعره الفعلي لا يزيد عن 3000 ألف ريال سعودي وفق مصادر متعددة وبموجب التسعير بالعملة السعودية فإن سعر الحديد في مناطق الميليشيا الحوثية بلغ 4500 ريال سعودي للطن الواحد قالت وزارة الصناعة والتجارة في عدن أنها وقعت اتفاقا مع نقابة الأفران يقضي بتحديد سعر موحد لقرص الروتي وقضى الاتفاق على بيع القرص الروتي وزن 50 جرام ب50 ريال في الأفران الشعبية و40 جرام مقابل 50 ريال للأفران الآلية وقال المهندس محمد عبادي مدير مكتب الصناعة والتجارة بعدن أن هذا الاتفاق سيكون ملزم لجميع الأفران في مديريات عدن حطم سعر الغاز في أوروبا عند افتتاح تداولات رقما قياسيا تاريخيا حيث تجاوز 3600 دولار لكل 1000 متر مكعب وسجل سعر الغاز في برصة أوروبا لليوم الرابع على التوالي رقما قياسيا تاريخيا وتجاوز خلال تداول اليوم 3600 دولار لكل 1000 متر مكعب وفق البرصة لندن في وقت سابق في تعز تشين المرحلة الثالثة من شق وتعبيد طريق قرى الدير والهياج والعقور والعدن في عزلة صنمات بمديريات المسراخة بما يمكن أكثر من 10 ألاف نسمة تقطن في أعلى الجبال من التواصل مع الآخرين قاناة اليمن اليوم تابعت المراحل الثلاث لشق وتعبيد الطريق الذي بدأ بمساهمات مجتمعية ذاتية للتخفيف من معاناة الأهالي نشكر قاناة اليمن اليوم على استقابتها لهذا المشروع الحيوي الذي يخدم أكثر من 2500 سنة قرى متعددة قرنة الدير من يبدأ قرنة الدير ثم قرنة الهياج وبعدها قرنة الأقور هناك قرى مقاورة أخرى مستفيدة من هذا المشروع وهذا المشروع يمثل لشرايا الحياة لهذه الأمة كونها محرومة من أي خدمات مشاريع خيرية فدعينا أكثر من قهاء ولكن الذي استقابت لهذا النداء هي قاناة اليمن اليوم ومؤسسة تكافير الخير مشكور لها كل الشكر والتقدير والإحترام انتهينا من المرحلة الثانية الآن بدأنا بالمرحلة الثالثة وكان تكاليف المرحلة الثالثة حوالي كله 6 مليون تقريبا والعمال كلهم عمال على حساب المشروع والآن نحن ندشي المرحلة الثالثة في عدن استعرضت ورشة عمل حول الحوكمة والإدارة المحلية أثناء الصراع ورقتين عمل الأولى عن الصعوبات والتحديات التي تواجه السلطة المحلية في المدريات بينما تناولت الورقة الثانية رؤية مستقبلية للحكم المحلي وتحديد اختصاصات اللجان المجتمعية في المدريات وخرجت الورشة بتوصية أبرزها تقوية الهياكل الإدارية وصلاحيات السلطة المحلية وتعزيز الوعي المجتمعي والمؤسسي بأهمية الحوكمة وتقوية الجانب الرقابي والإشرافي على الموارد والإيرادات وفي مأرب دوشن البرنامج التدريبي الخاص بالدليل الوطني للأمن والسلامة في المدارس والذي يستهدف المختصين ذوي العلاقة في مكاتب التربية في المحافظات والمدريات ويسعى لتعريف المشاركين في الدورات بالدليل الوطني للأمن والسلامة في اليمن وبناء قدراتهم على استخدام الدليل التشغير للأمن والسلامة في المدارس كما يسعى البرنامج والذي يستمر إلى الخميس المقبلة إلى إكساب المشاركين مهارة إعداد خطة الأمن والسلامة للمدرسة وفقا للمواجهات الإجرائية في شبوة تتواصل فعالية معرض الكتاب في دورته الرابعة الذي ينظمه فرع الهيئة العامة للكتاب وعلى مدى عشرة أيام ويشهد منذ تتاحي إقبالا كبيرا من قبل الزوار والمتعطشين للقراءة والراغمين في الإبحار إلى عالم المعرفة والاطلاع تتواصل فعالية معرض شبوة للكتاب في دورته الرابعة والذي يقام برعاية محافظة المحافظة عوض الوزير وينظمه هذا العام فرع الهيئة العامة للكتاب وعلى مدى عشرة أيام المعرض يقام بصالة مركز الشعري إسلام بن علي الثقافي في مدينة عتق حيث يحتوي على أكثر من 25 ألف عنوان في مجال الفكر والأدب والتاريخ والطب والدين والقانون والعلوم السياسية فيما تشارك فيه عدد من دور النشر الوطنية والعربية تم افتستاه معرض شبوة للكتاب بمشاركة 15 دار النشر معها قرابة الـ 25 ألف عنوان المعرض سيستمر لمدة عشرة أيام فترتين صباحية ومسائية المعرض يأتي امتداد للحركة العلمية والثقافية والتنموية في المحافظة لدينا اليوم جامعة شبوة وعدد من كلياتها قرابة 6 كليات أيضا لدينا معاهد علمية وصحية وثقافية ودينية وهذا يعطي فرصة لطلاب هذه الأقسام أن يقتنوا من المعرض ما يميز المعرض هذا العام بتنوع الفعاليات فيه هناك فعالية يقيمة مكتب الثقافة أيضا يوم الجامعة شبوة ستكون ندوة علمية حول النشر والتأليف النخب الثقافية والعلمية أشادت بتنظيم هذا المعرض وأهميته في إثراء الحياة الثقافية والمحافظة ننصح جميع المحبيين لقراءة وغير المحبيين لقراءة أن يقرأوا ثم يقرأوا ثم يقرأوا سعيد جدا أن هناك إسهام لديه في هذا المعرض اللي هو شبوة في أرقام لمدة ثانتين إحصائيات كبيرة جدا لمت بجميع قطاعات المحافظة أسهمت بشكل كبير في هذا الكتاب جدا الذي يحتوي على 328 صفحة يحتوي فيها على جميع البيانات التي تتطلبها باحثين ومنظمات ومؤسسات حكومية سعيد جدا أن يأسهم في هذا الكتاب خدمة لمحافظة الشبوة وخدمة من الجمهور اليمنية المعرض يشهد منذ افتتاحية إقبال كبير من قبل الزوار والمتعطشين للقراءة وكذر راغبين في الإبحار إلى عالم المعرفة والإطلاع نرى المعرض بقية السنة الرابعة في محافظة الشبوة قام المعرض بنسبة التثلج الصدور واندهشنا من الزوار وكثرة الزوار وعدد الفروع التي تشوق الزائر فاستمرار هذه المعارض وقيامتها في هذه المحافظة نجاح لكل أبناء المحافظة ونحن من قائمين في هذا المعرض إن شاء الله بدعمنا المادي والمعنوي وإن شاء الله عدد من المعارض سواء معارض الكتاب أو غير معارض الكتاب الكثير من الكتاب المهمة واللي كنا بحاجة إليها فعلا فهذا تقدم كبير ورائع وناجح بنفس الوقت نشكر القائمين عليه فدخلنا المعارض وقد نعد من الكتاب الثقافية والإسلامية والقانونية اللي كنا بحاجة إليها فالحمد لله توفرت فالأفضل ما كنا نوفرها من خارج المحافظة اضطرنا في بعض الأوقات من قبل نحن نسافر إلى بره أو نرسلها إلى محافظة الشبوة لكن الآن الحمد لله غطت الكثير وإن شاء الله يكون القادم بالمقابل تصاحب أيام إقامة معارض شبوة للكتاب إنشطة وفعاليات فنية وعلمية وترفيهية ينظمها مكتب الثقافة بهدف رفع وتيرة الحراك الثقافي في شبوة في ظل الاستقرار الأمني والسياسي الذي باتت تنعم به محافظة شبوة يحظى معارض الكتاب هذه المرة بزخما ثقافيا وعلاميا غير مسبوك من قبل النخاب الثقافية والعلمية فضلا عن التفاعل الكبير من قبل عامة أبناء المحافظة وهو ما يعكس بلغة الوعي إلى المستوى الجيد في المجتمع بأهمية القراءة في الولوج إلى آفاق المعرفة وتنمية المجتمعات وتطور الشعوب زبين عطية اليمن اليوم محافظة شبوة انتهت النشرة إلى العنوين بعود حثية جديدة بعد وساطة هولندية بالسماح للفريق الأممي في الوصول إلى خزان صافر مفاوضية اللاجئين تستعين بأنجلي ناجولي لحشد الدعم قبل مؤتمر المانحي للفت الأنظار العالم إلى مأساة اليمنيين ميليشيا الحوثي تفرض قيودا جديدة على عملية بيع وشراء الذهب في مناطق سيطرتها في أمان الله اشتركوا في القناة